للمشاهد هذا البرنامج يومياً على ستة واربع على قناتكم وقناة كل عائلة الجزائرية الشروق تيفي كما لابد لكم برنامجنا يعارج كل يجيب لكم كل أخبار الساحة الفنية والحصولية وجديد لكن يوم الخاميس دائماً يعتبر عدد خاص ومميز لأنه نطرحوا فيه كامل القضايا والمواضيع اللي كنا نشفناها في الأسبوع نتناقشوها ونعاود نشوفها ونعاود نطرقو لها يعني اللي ما شافش عدد ولا حلقة ولا حتى في اليوتيوب في موقع التواصل الاجتماعي ما شافاش يعاود يشوفها معنا ويحضرها ودائماً عدنا مواضع مهمة لنطرحوها اليوم وعدنا موضوع جد مهم اللي رح نطرحوله ونتعرفو عليه مع إكرام وشنو الموضوع المهم حرب دوا به إكرام والموضوع الأول اللي رح نطرحوه اليوم ورح نقولوه للمشاهدين تابعنا اللي يتبعوا فينا هو اليونيسكو لرسمة طابع الراي توراتا جزائريا ونشفنا اليوم المنشور تحال لي احطاته ولا في صفحة رسمية تحال لي احطاه في موقع تويتر وين كتبت خبر عاجل لدرجة عنصر جديد في قائمة اليونيسكو للتورات التقافي غير المادي الرأي غناء الشعبي في الجزائر فتهانياً للجزائر ولا تهانينا للجزائر كما كنا نشوفه الآن في الشاشة المنشور الخاص باليونيسكو وطبعاً كمان أيضاً من ساعة تقريباً صرحت وزيرة الثقافة والفلون الجزائري وقالت يشرفني أن أعلن عن تتويج الراي طابعاً شعبياً جزائرياً بقرار من اليونيسكو وقالت أنه أيضاً شكلت القائمين على ملف إدراج الراي في اليونيسكو وقالت تم إنصاف الجزائر بحيث أصبح الراي تراثاً جزائرياً عالمياً ونشكر اليونيسكو على موضوعيتها وطبعاً من اللي شفناه هذا المنشور اللي نشره اليونيسكو أصبح بزاف من أعمال يقال فن وبزاف الفنانين اللي نشروا هذا المنشور وتفاعلوا وفرحوا يعني فنانين جزائريين اللي تفرحوا أنه الراي خلاص دوريجا في اليونيسكو وكاين حتى فنانين اللي هنو الجزائريين كما نسرين طافش لدارتنا منشور هنات الجزائر يعني على الراي تحالي تخلي اليونيسكو وكريم القانج لي نشر صورة له مع الشاب خالد نصف جزائر لازم تفرح بالموضوع متل ما أنا فرحان لكن أمها لجزائر يا كاريم باشي من بينوها خاصة أمها من وهرا تاني والاكس كاننا نهضروا على الفرحان أنا كامل فرحانين شاب جزائري كاملوا فرحان طبعاً بهذه الحاجة اللي يتميز الجزائر ودائماً احنا ما نقولوا أنه الراي ينسب إلى الجزائر بس حكاين بزاف اللي نسبوه لهم يعني البلدان الأخرى والمجاورة اللي نسبوه لهم حتى اللي بس تقليدي الجزائري شفنا بزاف لتونين وين نسبوهم لبلد آخر لكن احنا نفرحو كنشوفوا اليونيسكو في صفحتها رسمية وتنشر اكزاكتهم من جهة رسمية تنشر حاجة كما هادية أي غدوة من غدوة دو كم يولوش كي النزاح حول الراي يعني الراي هو جزائري تورد جزائري مئة بالمئة جسيما اكرمنا شفنا الأغاني الجزائرية سيبون خلاص بعناي معروفة بالتعنى جزائرية واحتقى جزائرية وهي دائماً جزائرية ماذا بنا تاني شوفوا التوراث تعنى وعادتنا وتقاليدنا ليقعدوا دائماً جزائرين وحتى اللباس التقليدي الجزائري رانا نشوفوا فيه راهو يحرف راهو ينسب إلى بلدان أخرى ماذا بنا ليقعد عندنا يعني حتى الأطباق الجزائرية رانا نشوفوها تنسب إلى بلدان أخرى قبل عامين تاني اليونيسكو صنفاته من الأطباق المغربية الجزائرية تاني كنا شفنا دائما في صفحة اليونيسكو كانت تصنيف هذا مبروك علينا إن شاء الله نزيد كم نعرف بكل التوراثنا ويقعد توجه جزائري يبقى جزائري ويبقى عدنا وما يرحش البلدان أخر إن شاء الله يا رب نمروا لموضوع آخر مشاهدنا الكرام ونروحوا لكاربو الكاراوكي الذي هضرنا عليه في الأسبوع وحتى كنا هضرنا على كواليس مقبل كاربو الكاراوكي الجزائر كان ختم البرنامج الحلقة الأخيرة كانت ضيفتها الأيقونة والتي نحبها كامل بيونة كما رأنا نشاهده في الصورة هذه أنا يا كي كنت حاضران في الكواليس تأخر حلقة أنا نسينا غير لما تيغلي جابت هنا إكرم قداش نشوفوها دوكرا يشوقتنا دائما تحكي لنا ما زال ما شفنا حتى بالكواليس هي عم تشوقنا دائما سكوب تاني بالسكت الكاربول أنا يا صحا إكرم حضرنا عاني بينو كاريم حضرت الآخر حلقة وكان فارق يعني متماسك متكامل مع زمينا رياض بن عمار اللي شفناه تاني كان يعني في البرنامج أكثر من رائع في تنشيط كتوشته الحلقة صحيح صحيح حتى الحلقة الأولى هي ناجحة يعني شفنا حلقة أولا يتعجبني فيا دائما أنه يتأقلم دائما مع أي برامج يقدمو يتأقلم مع البرنامج وإكرم تاني نقوله الجمهورنا أنه اليوم ستكون حلقة تانية بزاف شابة مميزة أنه الكاربول تاني راح لوهران كان في زيارة إلى وهران ويوم راح يكون ضيف البرنامج اليوم الشاب بيلال يعني شفنا بيلاء صغير يوم حشفو الشاب بيلال في وهران في كاربول كاراوكي سهرت اليوم عد 9 وربع مع رياض بن عمر إكرم قبل قناة الشرق تيدي طبعا بين إكرم أنا نشوفوا صورة التي كانت دوكا بتعريات قاعد مع الأيقونة بيونان نعود أن نشوفها لكي من فضلكم وحكينا على هذه القاعدة وهذه القهوة اللي نشوفها قهوة بسيطة جدا شوفي هذه القهوة هدية كنا فيه في البرنامج كما ركو تعرفوا البرنامج هو أنه تروح معه في السيارة ويكون حديث الداخل قصرة إكزاكتهم وتكونوا كينة شوية ديجو يهبلها تهبلو من بيونان هبلترياد نحن حبينا في الخيطة بما أنه الحلقة الأخيرة وحتى يعني حبينا كما نقولوا احنا بيونان على بنا باللي تربات يعني في أحياء شعبية كما نقولوا نونك هات القهوة كانت بحية باينام ونروحنا كانت روح لها بزاف تأمي جامل نومال مهاكب لا راني شافية كانت حاضرة وكانت حاضرة كاميرا كاميرا الكاربول التما دخلنا معها باش تشرب قهوة التما باش تعود تسترجع دي كراياتها كذلك أحبيت نقول لكم بلي التما للمخرج أعلن يعني رسميا امتهاء التغناج والتصوير تعاوت على مسكوب إي كرام اكزاكتو موسكوب اللي كنا نقول لهم على البناشا اسكو كايلي شافو كايلي ما شافوه احبيت نقول لكم بلي رياد بن أمر بكا بالدموع انا قلت له رياد قلي ولا غير عني عباك حانبك ناسب لي فاصلت بغلي فارك حتى نقيتو بكا رياد لأنه يعني كان نهاية تصوير البرنامج نهاية تصوير و هذا البرنامج غل عاش فيه دي موما بياه وحاجة اكسبرينس جديدة تاني مثل ساشا انا قلت لك يا رياد انه هادي الحلقة تحديدا عن حلقة بيونة اكزاكتو موحلقة بيونة كانت الأفضل في مشواره يعني من اللي بدأ يقلبك انا قلت لجمهور الجزائري كاميرا ويسنا في هذه الحلقة اي كرام خاصة انه الايقونا بيونة راح نعودة ولت للشاشة لانه عندها أعمال أخرى وكنا نهضو عليها وحنزيدون نهضو عليها وينو نزيدنا شفناها في برنامج ويقليل قليلة دور متباش بزاف 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 برنامج جزتو موسقسيتها الي شوفنا الحوار الخاص لي كان على قناة الشروق مع زمينا عصام دهما للي يعني جابنا حياتها وحكايتها وحكايتها وكانت يعني حتى هي وكانت خلاع جدا عفاوي جدا وياتاني كانت معه وتقلمت معه وينو شوفناها تاني معه شهر ازاد في رمضان تاني وكانت في الكوزينا كانت جدا عفاوية انا الي تعجبني في بيونة انه عفاوية جدا هباك دراري صغار كبار هباك سي انكوايا بالميبيونة تقعد يعني بيونة نمغو آن تاني ومن بين الفنانين اللي حبوهم بزاف الجزالين وما ينسوهمش باسك شفناها تاني في أفلام تاريخية كذلك حبيت برك نشكر كامل لكيب تالكاربوليس تقبلو تاني قناة شوروك تيفي ونحن نخدمنا لكوليس بالعقل كريمة ونحن نخدمنا لكوليس وعلى رأسهم فؤاد زبايو اللي هو منتج هذا البرنامج نقولولو ياطيك صحة وان شاء الله مزيد من التألق والناجح يلا نروح للموضوع تاني كنا شفنا تاني كريم وإكرام في هات الأسبوع شهر عزيد كالاشنين اللي درنا اتصال معها والاتصال تاني دايما نقول لكم ان الاتصال تنديروها حصرية جدا وتصريحة تندوها غير حناية ما تكون في حتى مكان اول تصريح دارتو مر مولات من المهرج اكزاكتما حتى السوء اللي نمر فيها حصرية إكرام بعثتهم منها تاني وحكيتنا عن تجرباتها اللي قالتنا انه كانت حضرة في المهرجان سينمائي في القاهرة مهرجان قاهرة دولي سينمائي واللي كان من مدير ومهرجان حسين فهمي وخاصة انه هذه المعلومة اللي احنا يلي جذبتنا وجذبت كامل الجمهور انه راحت من مصارفها الخاصة ومن مصروفها يعني كان حسين فهمي در نداء ولا اتصال نقوله اللي قال اي انسان اي فنان روحاب يحضر مرحبا بي في داره هنا يعني اي واحد قالت انا كانسانة اللي حسيت بلي هادا كنيده راهم وجه لي انا دنكر في التروحي رفت وزاني وروحت شريط البيتاعي ريزار في تروحي وكنيد الروحي وروحت كنت لتمك السبب اللي خلال شهرات كراشني انها تواجد لتمة وتروح يعني ولبات كي ما قلتي نداء تاع حسين فهمي حبينا نذكر روبرك انه طبعا 44 هذا لمهرجان القاهرة سينمائي الدولي لانه حبي تحتكب كبار الفناني وتشارك في وراشات يعني كبرى وتاني تتعلم يعني شو في الفنان انه اللي يخرج يعني من مصاريفه ويروح باش يتعلم حاجة رائعة بدنا نقول شي انه للأسف هي المهرجانات بآخر فترة اللي عم تصير مهرجانات سمائي صارت الموضة انه الناس عم تروح لحتى تعرض لبسة وتعرض حالة على السجد الحمراء وحتى تصوروا تماما وحتى تكون يعني اغلب المهرجانات صارت عبارة عن عرض ازياء او فاشن شوف نفس الشاني يشوفوا في مهرجان القونة كريم او الجونة يعني القونة دايما الناس تروح غير باش تلبس تتصور شوفوني فريد كاربت باش لبس تحوميتو شارزة كراس ميسي شارزات راحت لحتى تتعلم لحتى تشارك بورشة وايضا كانت جميلة جدا ومتقلقة على السجد الحمراء كبيرا وانتاني كانت نشرت صورة اللي كنا شفناها وانحتكت بالفنانين المصريين اللي على بنابلي هم عمالقة في الفنتاني كما احنا عنا عمالقة ومتاني عندهم عمالقة وكبار كريم احتكت مان كما نشوفه في الصورة كانت معهم واحتكت كريم وراحت تسفاد وراحت تتعلم يعني يشوف الانسان كي حب حاجة يعني يخسر درم درهم ويخرج من جيبه باش يروف يتعلم ويستفاد منها مبادرة يعني شفناها من عند فنانا كيما فنانا شهرات كراشني اللي نحيوها وكانتاني التحقت بقناة شروق في برنامج جلسة ونسا يعني دائما ما قناة شروق يعني تكون عندها بارة ميجلي دائما يعني عائلة جزائرية يتبعوها يتبعوها كامل كيف كيف ويتمتعوا بالمتابعة تحا خاصة في رمضان ونحبو كامل نجتمعو ونشوفو يعني أعمال جميلة ما لابليش اسكو نروحو نهضروا لا أعمال رمضان ولا سمعوها المكالمة مشان إذا بدنا نختم موضوع شهر زاد شهر زاد سيكون معنا اتصال حصري في الأسبوع المقبل ستركي أكثر عن الفيلم السينمائي اللي هي مشاركة فيه خيبيا ما رح نعطي أي تفاصيل أكرة أخرى في الأسبوع ما رح نعطيها مش الأسم كريم فرونس فانو فرونس فانو لازم قولهم الأسم طيب وراحيكون صور حصرية طبعا من الكواليس صور حصرية من الكواليس من تصوير الفيلم وحيكون عندنا معلومات أكثر عن هذا الفيلم اللي هي رح تكون ببطولة الفيلم إن شاء الله إذن كنا نهضروا على الأفلام مهضرنا على رمضان نيفينو كريم قلنا نحبوك من نجتمعو ونحبوك من نشوفو في تييفيزيون أحسن حاجة يعني رمضان تالفين وثلاثة وعشرين حاويت نقول لكم واللي على بالكم على بالي إذن قبل ما نروحو أنت عارفو اللي في الملكين مدابيا نعرفو شنون الشيء اللي يجذبكم هكا تحبو تشوفو هكا تحبو تشوفو في رمضان يعني درامة هكا تحبو تشوفو يعني حويت يضحكو نحب لي سيت كوم شوفي ما عندي حاجة في دراما ميكين أعمال درامية صح تستاهل أنك شوفيها ميلي سيت كوم بوكو بلوس في رمضان شوفيهم كتر من الأيام العادية بشي كما دراما دراما تقدري تشوفيها في الأيام العادية بصح سلي سيت كوم يكتروا بزاف في رمضان مبيناتهم معيشة في القوت اللي شفنا أنه للمخرج أمين بولمدين وانشفنا أنه هذا العمل انتهي من تصويره تماما راهوا في مرحلة المونتاج كما سبق وقلنا يعني كان عيسام دهما وهالا عيساني حضروا لغاية تلك لدرها أمين بومدين بمناسبة انتهاء هذا التصوير أعمال أخرى راح نشوفهم بالزب مبيناتهم قناة شوروك تيفي لديما تنتج أعمال رائعة وأضخم الأعمال الفكهية ولي سيت كوم كذلك هذا العام تاني هذا العام تاني هذا العام تاني هذا العام تاني عمل فوكاهي ولا سيت كوم فوكاهي راح نشوفه ونهار الحد ان شاء الله راح نكشفه على أول عمل درامي راح تنتجو الشوروك والمدلهم تفاصيل أكتر إن شاء الله وين كنا تاني شوفنا عاملي فات ومن سوفش أنه كانت عندنا شبكة برامجية في رمضان كانت جد وغنية من برامج في المطبخ من برامج أضخم نقوله حتى في الفيلم في الليل يعني في الصهرة من الفطور حتى للصهرة لا تحبس شبكة برامجية يعني المستمتل يستمتع يعني الإنسان يكون يشوف لا يسحق شئ زابي ولا يبدل يعني يحب لي سيت كوم كما قلت عمدو يعني من الفطور حتى للصهرة لا لا نظر مور الفطور يعني يكونوا شوفوا لي سيت كوم كان لدينا دوار السوس كان لدينا دقيوس ومقيوس ومقياس ومقياس كان لدينا يمه وبرلوح بعد نزيد ونكمل شوفوا ديما ربحين يعني كانت صهرات جدو غنية يعني حتى ببرلوح للناس اللي حباتوا بزفت فعلت بحزتاتهم طيب لببرلوح أنا فوق موقع العمل يفت فيرم دان يعني كوتكوغ ببرلوح ونعطيكم سكوب تاني هي هي عرياض هي عطت سكوب اللي انت بكيت شافت ببرلوح وبكيت يعني مديت سكوب حتى انت شبتي وبكيتي وغير كما قلو عامل صح يستاهل انه يعني يشوفوه كامل الناس بس عامل مخدم في كلش كسا سوا المونتاج كسا سوا ونيفين كانت حضرت الجريو تاني وخاص تاني كيفاش يخدمو دونك لامام شوز كما كانوا خدموا في ببرلوح شغمان يعني كيفاش يخدمو جستمو يمكننا جمنا لكم لباكستيج يعني الناس بلك اللي تشوف جريو ومتلك خدمت تاني باكستيج كاريم نتبلغ انتوما تشوفو الفنانين كيفاش تشوفوهم في المواقع تواصل الاجتماعي وليشون في الأعلى في الأفلام كيفاش في أدوار تحهم لكن كتشوفوهم في العمل تحهم في التيران كيفاش أشخاص مختلفة كوني كم يخدموني يعني يعني جريو وخاصاني كيتلاقب يعني حنا صراحة خاصاني ركتشوفي ناولا جريو سمحولي بزاف بزاف رح نكشف أنا ذوكا الأجواء خاصاني عنده حاجة كيدخل يعني المكان التصوير يتبدل كاريم وماشي هدكو خاصاني كان خاصاني كيراكي راييلا بس يدخل في البرسوناج يتبدل تماما جريو تاني جريو يدخل عباكم كان في الشاشة يشوف لك ها راكي كان يشوف الشاشة وش يدير اه زيت زيت تشغل أو حب هو يدخل يمثل يعني كان يوغي زع ما يشوف كخاصاني ولا في سوي لمعلم ولا في أي دور يعيش وبستخاس يعني تنمو وجوه أخرى وعلى بل انت رحت باكستيج وشت كيبر فناني تنمو تنمو كريم وكشفت وجوه أخرى أنا رح يحكي لك أكتر باكستيج كان مميز بالنسبة إلي كبار ما بيحتاج أن الواحد يعرف عنهم صحيح ووجودهم بمكان التصوير الاحترام اللي بيقدموه لكل الناس اللي موجودين بمكان التصوير الاحترام اللي يقدموه لألنا واستقبلونا يعني لفريق الشروق لما رحنا نصور معاهم كان احترام جدا كبير والجو اللي بيعملو كمان كان يعني كما نقول احنا خلاوك أعليز حس حكي في دارك هادرت نيفين على خساني وجريو جستمون خساني بعد ما تعودنا أن نشوفوها 10 سنين في الشاشة في رمضان هذا العام الثاني راح يكون حاضر ومعا جريو لكن ما كشفناش على أكتر تفاصيل للعام اللي حيديرو نيفين سير حجبنا التفاصيل أنا مدابيا نعرف تفاصيل لنحن نشوفو عودة جافر قاسم كذلك رايح تكون نيفين وكريم يعني لازم نفرحه لكن في عام الآخر اللي هو عائلة مسوس وليس الاسم السابت لحد هلا عائلة مسوس ماشي اسم مبدأي فقط لكن نقوله الاسم المبدأي ونصي جامي يقر ديوه وكذا حتى المؤسسة العمومية لتلفزيون الجزائري حتى تنتج أعمال درامية وحتى عمل درامية تاريخي كما عودتنا يعني دايما أنه تبتنا أحسن الأعمال رحوا نشوفوا التقرير ونعودوا نشوفوه يعني اللي كنتم شفته في الأسبوع على أبرز أعمال رمضانية لحتوبة سنة 2023 مع اقتراب شهر رمضان بدأوا بزاف منتجين في تحضير الأعمال اللي رح تكون حاضرة في مختلف القنوات الجزائرية وبين عمل بدأوا التحضير فيه وعمل راه يتحضر كي نعمل جهزت وراه في مرحلة المونتاج كما معيشة في القوت في موسمه الثاني للمخرج أمين بومدين وعبارة عن مجموعة من الكابسولات اللي رح يصطدي في كل حلقة فنان ضيفة كما بيونا حسن بن زراري وزوجة نوارة بن زراري موراد خان جمال بناب فاطمة زهر علىهم وغيرهم من الأعمال اللي رح يكون عندها مواسم أخرى كذلك بنت لبلا 3 اللي كان من المفترض بنته خلال صائفة 2022 إلى أنه سيعرض في رمضان 2023 ورح يكون فيه تطور كبير في الأحداث أبرزها شخصية إيفا اللي رح تجسدها الفنانة مونيا بن فغول ودايما في الدراما وكما كل سنة من شهر رمضان المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري تمتعنا بإنتاجات درامية كبيرة هذه المرة رح ينشوفوا الضم هو أحد أطخم الأعمال الدرامية من إخراج يحيى مزاحا بطولة كل من بيونا موراد خان كريمو دراجي عيدع بابسا وسيناريو وحوار سارة بارتيما ماشي هذا وبرك تلفزيون العمومي رح يدخل السباق رمضاني بمسلسل آخر وهو حارة الشهداء اللي هو عمل درامي تاريخي للمخرج مهدي تاساباست والانطلق في تصويره قبل أسابيع بمدينة مليانا أما قناة الشروق وكيما عودتنا بإنتاجاتها لأطخم الأعمال الفكهية وهذه المرة رحيحين نشوفوا البطحة اللي رح تجمع ثلة من الفنانين وهذا بعد تأجير والسنة الماضية السلسلة رح تكون من بطولة ثنائد قيوس ومقيوس ليوم نابي العسلي وناسيم حدوش وغيرهم وبعد ما والفنا نشوفه في كل رمضان لمدة عشر سنين ما زال محمد خساني حاضر وينراه يوجد لعمل مع الممثل والمخرج عبد القادر جريو ما زال ما كشفش على تفاصيله خاصة بعد نجاح الموسم اللول والثاني من سلسلات في التسعين ماشي خساني بارك اللي حب المشاهد حضوره في الشهر الفضيل لكن جافر قاسة من المخرجين اللي متعون دايماً رح يسجل العودة تاو في رمضان الفين وثلاثة وعشرين على قناة ساميرا تيفي من خلال سلسلة يوميات عائلة مسوسة بعد تأجيل الموسم الرابع من عشر العشر لوقت غير معلومة عنوان العمل حتى الآن هو مبدأي من بطولة مروان جروبي عتمان بن داود وانورة بالراحة إذن كلنا متحمسين نشوف الأعمال برمضان ونتمنى توفيق لكل حدا يشتغل على عمل جديد للناس برمضان رح نروح على عمل عمينو عرضهلاء على منصة شاهد اللي هو صالون زهرة بجزء الثاني رح نحكي أكتر عن مشاركة الجزائي دنيا بن زاوي اللي عمي تشارك بهذا العمل بجزء الثاني دنيا أكيد هي كانت ملكة جمال الذهب حصلت على اللقب ملكة جمال الذهب من قبل وهلأ بنشارك بهذا العمل اللي أكيد هو من بطولة موتصم النهار نادي نسيب نجيم واللي بهذا الجزء الثاني سجل دخول قديرات والكبار سامي جزائري وفاق مصلي هو دا شعراوي واللي أكيد أنت بتحبي باب الحارة دائما من جيبي لي سيرة باب الحارة أنا غيرت تكلم قولهم باب الحارة باب الحارة ماشي غير أنا نحبه يعني تربينا عليك من يكون الناس غراء خيرون داعي بباب الحارة مازال كيين أجزاء بباب الحارة خلاص لدي مخرجة في جزء عم يتصور هلأ لهذا مازال رح نحكي بالحلقات المقبلة عن العمال العربية مازالوا حدث حيث يكمنوا فنان حربي يا رحمة هناك أحداث تغيرت وفي حارة تغيرت وفي أشخاص شخصيات تغيرت حوائدة هيدنا الحارة فكاننا نحضروا على الأجزاء الجزء اللي هو المسلسل صالون زهراء كان سنة 2021 العمل بطلي أول مرة خارج رمضان ومع ذلك حقق نسب مشاهدات عالية وتصدر قائمة المسلسلة الدرامية الأكثر متابعة كما قلت نحن دنيا بنزاوي هي حضرة جزائرية حضرة في هذا العمل الكبير يعني حاجة مليحة وحاجة شرف الجزائر هذه الفرصة نتمنىها نتمنىها لأي ممثلة يعني في بداية مشوارها خاصة وأنه العمل يقوم ببطولته نجوم الصف الأول كما قلت كريم ليهما نادي جيم نسيب ومعتصم النهار هلأ أكيد نحن شفنا من قبل نجمات جزائريات هلأ فينا نقول أمل بشو شهية نجمة عربي نجمة جزائرية وعربي معروف بالوطن العربي كله فنتمنى كمان التوفيق أكيد لدنيا ما بنعرف شو حامل للمشوارة الفنية أكيد هي ده من نقول أنها شرف أنه نشوف جزائريات عندنا ممثلة وعنا يعني شوفوهم في أعمال في خارج الوطن يعني كمان سايلوني لزهرة يعني رأوا في فيلم تقيل مسلسل تقيل لما يتبعو فيه وعملي فضلك ندار درجة ناس كامل تبعاته خاصة نحتاني هادو كافرش التاني رأيك قلت دخلوا أسامي كبار تاني كريم يعني ماملو كان ندخل آناظو كان مثل فيه خمس دقايق شهراف لي يعني نحتك به هادو كيفين الفنانين وكبار الفنانين هاشرال ان شاء الله نشوفوك وليا بكت وليد ديرنا اتصال حصري شو عم تحكيمي ما عم تفهم خاصة انو خلونا نقولو انو مع المنديال كنا هضرنا انو بزاف أعمال اللي تحبس ما تطراحش الناس كامل تحبس أعمالها كليبات اللي يكونوا ينجوا للأفلام يحبسوا في هذه كالترى لانو يكون المنديال لكن رغم من المنديال وليما جدا 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 ما نقري في هذه الفترة لاني الناس تخافها تخاف تطراحوا الأعمال تحبت لها رغم انو عمل عملنا جح من عمل مشوشة هل دنيا بنزاوية رح تتقلق في الدراما او في المسلسلات في الخارج كما أمل مشوشة ولا لا يعني الأيام اللي رح تكشف لنا والأعمال تحالية رح تكشف لنا وخاصة انو توقتاني وكنا قلنا أمل مشوشة رح تشوفها في رمضان القادم دنيا بنزاوية يعني مشي هذه مشي أول مرة تمثل فيها لكن مثلت في عمل في رمضان مع ريدا سيتيساس في أحوال الناس وكذا كان دارت كليبات مع نجوم جزائريين لأنها تعرف ملكات الجمال يعني دايما وين مطلوبين في الكليبات وكنا أحضرنا أنه حتى الفنانين ولو يستائنوا ملكة الجمال ولو يستائنوا ممثلين مش يديروا كليبات رائعة كنا ناظروا لأمل بوشوشا أبالي باللي كريم يموت على أمل بوشوشا وشنو أحسن عمل أحسن عمل بالنسبة إلي لأمل بوشوشا لتلك هي دائما بتختار أعمال اختيارة زكية آخر عمل فيه نقول أنه أنا شفت أولها هو على صفيح ساخن كان عمل جدا زكي جديد ما بيشبه أي عمل من قبله فلي ما شوفوا على صفيح ساخن يشوفو واخرون نقولوا تاني أنه كيف صرحت أمل بوشوشا أنها راح ترجع لكن ما كشفت أي عمل لأسم المسلسل واللي الناس ما زال حتى لضوكا تطرح في السؤال وتتسأل واشنو هاد المسلسل واشنو هاد العامل اللي حات ترجع به احنا كنا سبقوا وورينا لكم يعني تقارير جد رائع من تحضير زمينا زمي عصام دهما اللي كان جاب لنا كامل أعمال تحاو كنا شفناها من قبلته لكن كريم شاء الله نشوفو هاد الأعمال اللي راه جاية واش راي تحضر أمل بوشوشا واش ماشتوه جد يلا كنا شفنا في الأسبوع فقرة فلاشباك وين كنا يعني أشعك فونا هادروا على فنان لأيد ميلاتاو وليا ذكرتاو كنا حكينا لذكرى وفاة شيخنا شيخ شعبي عمر زاهي اللي نذكروا أنه الميلاتاو كان في واحد جنوبي الف وتسعمية وواحد واربعين في عين الحمام بالجزائر وينت وفا لـ 30 نوفمبر 2016 رب يرحمه إن شاء الله يعني فارقنا شيخنا عمر زاهي لكن خلا دايما يعني الغناتاو هذا كنقي الغناتاو اللي يسمعه كامل للجزائريين أبالك الغناتاو ماشي كما الغناتا كامل للناس يعني يقعد هو اكسيبسيونال روح نشوفو هذا التقرير اللي حضرتهنا هالا عساني على شيخنا عمر زاهي بذات تاريخ اليوم وقبل ست سنوات رحل أحد أعمل الأغنية الشعبية والعاصمية الأصيلة عمر الزاهي عرفنا واسمعنا الكثير عليه الزاهي أو بلبل الأغنية الشعبية تميز بقصائد تغنات بهالأجيال لزمن طويل صاحب رائعة يا الباهية يا بنت الحومة قليلي بالله يا الشمعة ويا المقنين الزين وأعمال أخرى ستبقى شاهدة على اسم فني خلق طورة الإبداع في الأغنية العاصمية والجزيرية بشكل عام نعم راحل غالي ولن يعود انطفقت روحه بعد مسيرة فنية حافلة بدأت من أزقة تيزي والزعام 1963 ليسكن أفئدة عشاقه إلى الأبد الزاهي كان الإنسان زاهد في الحياة وبشهادة الأصدقاء والمقربين كان يغني ويفرح في أفراح الكل بدون مقابل الشيخ كما يلقبه خطفته الموت بعدما أصاب مرض عضال وقرت بعدها السلطات التكفل بحالته ولكن إداء الرحمن كان أسرع جنازة مهيبة حضرها الآلاف من محبي الزاهي من كل الوطن من شعبي إلى أمني إلى مسؤول أكبر ذلك الرجل الهادئ الذي أعلن طورة في الغناء الشعبي رحل معا فعلها الزاهي وأصبح عرابا للأغنية الشعبية ليزلزل التعاليم الأغنية العاصمية فينطق الفرح والأمل والوجع ربي يرحم شيخنا وشيخ الشيوخ عمر الزاهي هذه فقط فلاشباك التي تشتوها في الأسبوع سنختم بها عدد اليوم من برنامج المشاهير هذا العدد لخصصناه دائما كل يوم خميس كما قال زميل تينيفين في بداية البرنامج أن نذكركم بكامل القضايا والتقارير اللي كنت نوناها في الأسبوع حبيت نشكركم مشاهدين الكرام على وفائكم ومتابعتكم لنا في برنامج لايف المشاهير وكذا متابعتكم لقنوات الشروق نيوز وكذا الشروق تيفي ننقلكم طالوا في روحكم طالوا في الناس اللي تحبوهم شكرا لزميل تينيفين وزميل كريم اللي دايما فرحنا أن نتقاسم تقديم البرنامج جمعة هم نتلاقو الشي غضوة الجمعة والسبتمن نتلاقو ونحن نتلاقو بأكبر جديدة وحصريات جديدة باي باي إلى اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة